ليش الإله معادل؟ ليش فيه ناس مرضى وناس الصحاء؟ ليش فيه ناس فقراء بينما فيه ناس أغنياء؟ ليش فيه أطفال يولدوهم مرضى أو يموتوا أجنف بطون أمهاتهم؟ لين العدل الإلهي؟ إنت الآن مريض؟ إنت الآن تحصل معاك مصائب وابتلاءات عشان تكفر عن ذنبك الماضي؟ هذه حياتك اللي تعيشها هي تكفير لحياتك السابقة لذنوب ارتكبتها في الماضي مو ربنا هو اللي قاعد يعاقبنا أو يبتلينا أو يختبرنا أو يحاسبنا الله ما يعرف الغضب ولا العقاب ولا الإبتلاء هو كله بسبب أخطاءنا إحنا لأن الله محبة بس هاي هلو مساء الخير وليل سعيدة للجميع معكم جواهر أحمد وحاليا قاعد تستمع لبودكاست السلسرالين أتمنى تكونوا بخير الآن مقبلوا بكل أيامكم وأوقاتكم سؤال حلقة اليوم هو هل سبق وأتساءلت عن حياتك السابقة عن إذا عشت حياة سابقة أصلاً ومين كنت فيها إذا سبق وفكرت بهذا السؤال فمو الحالك كلنا سألنا أنفسنا هذا السؤال حتى لو ما كنا مؤمنين بفكرة الباست لايفس والحيوات السابقة إلا أنه يخطر لنا سؤال زي إذا كان حقيقة فمين كنت في حياتي السابقة يا ترى من بداية التاريخ والناس من مختلف الحضارات بدأوا يؤمنوا بفكرة الحيوات المتعددة وإننا ما نموت إنما نولد في جسد آخر بسبب عدم مقدرتهم على الإجابة على سؤال زي لفين تروح الروح بعد الموت وفي بحثهم عن الأجوبة بدأ البعض يؤمنوا بعقيدة التقمص أي إن روحنا تترك جسدنا بعد ما نموت ثم تولد من جديد في جسد آخر قبل ما أسألك عن رأيك في هذه الفكرة بكلها أحس أني لازم أسأل قبلها إنه إيش هي الروح أساساً؟ لما أحد يقول لك روحك حلوة أو روحك لطيفة فهل هذا يعني إنه هذه الروح الطيبة واللطيفة رح تظل نفسها في كل الأجساد اللي رح تلبسها بعدين طيب إيش المعنى والمغزى من هذا التنقل؟ الفكرة اللي يؤمن فيها الأغلبية عن تناسخ الأرواح وانتقال روح الإنسان بعد موت الجسد آخر سواء كان إنسان أو حيوان أو حتى نبات أو حشرة أو صخرة المهم إنها تنتقل لهيكل آخر موجود في هذه الحياة وبناء على حياته السابقة رح يتعذب أو يرتاح في هذه الحياة أي فلنفترض إنك كنت قاتل في حياتك السابقة ففي هذه الحياة رح تعاني عقاباً على فعلتك في حياتك السابقة رح تلاقي إنه ما حدي حبك وعلاقاتك كلها فاشلة ومطرود من وظيفتك ومصيبة بعد مصيبة حتى لو كنت مو متذكر حياتك السابقة أي ممكن تكون في هذه الحياة شخص في غاية الطيبة والبراءة والسلام لكنك تعاني طيب إذا لا ذكرياتنا ذاتها انتقلت معانا لهذا الجسد ولا روحنا بشعة كانت أم طيبة انتقلت معانا فمين اللي انتقل بالتحديد؟ هذه الفكرة كانت موجودة من العصول القديمة أعتقدوها الهندوسيين والبوذيين وغيرهم الكثير من المذاهب ولا زال الكثيرين يؤمنوا فيها لليوم لكن في بعض من العقول والديانات لا زالت ترفض هذه الفكرة فكرة إنه لما يموت الإنسان تظل روحه هائمة في الكون تبحث عن جسد ثاني تولد فيه ولو بعد سنوات من وفاة الجسد الأول سواء كنتنا المؤمنين بهذه الفكرة أو لا فإحنا نناقش هل أنها موجودة ومصدقة بكثرة ما نقدر نتجاهلها ببساطة السبب في تصديق الكثيرين هو إنه لما تولد الروح في جسد جديد تحس بالحنين لأماكن ما سبق زارتها في هذا الجسد فانتشرت فكرة إنه هذا الشخص كان يعيش في حياته السابقة في هذا البلد اللي يشعر بالحنين اتجاهه أو كان أحد أفراد هذه العائلة في حياته مضت أي إنه الفكرة برمتها جات كتعليل لبعض المشاعر اللي تنتابن أحيانا المصيبة إنه فيه قصص تسمعها الأشخاص أصدقوا هذه الفكرة الأقصى حد زي الشاب اللي تزوج أفعى لأنه ظن إنها زوجته قبل ستمائة سنة أي في حيوات سابقة كانت إنسان وكانوا بتزوجين أو لربما كان هو أفعى الفراعينة كمان كانوا يؤمنوا بفكرة عودة الروح لجسد صاحبها من جديد بعد موته عشان كذا كانوا يحنطوا الموتة انتظارا لعودة الروح مرة ثانية لربما بعد سنوات أو آلاف السنين ولربما من هنا اتطورت الفكرة فصاروا يظنوا إنه الروح تنتقل من جسد لآخر وقد لا تعود لنفس الجسد لربما تبغى تجرب حياة جديدة وتجارب جديدة أو لربما تتوه وما تعرف طريقة العودة لجسدها الأصلي مرة ثانية وترسخت هذه الأفكار إنه روح الميت تنتقل لجسد ثاني عشان كذا الحفيد يشبه جده المتوفى لأنه روح الجد انتقلت لهذا الحفيد شكله يشبهه وعاداته وطباعه تشبهه وهو ما سبقه شافه بل حتى جده توفى قبل لا يولد هذا الحفيد وفي علماء كبار اتكلموا عن هذه الفكرة وكانوا مؤمنين فيها زي فيثاغورس عالم الرياضيات والفيلسوفة اليوناني الشهير اللي قال إنه الروح ترجع للأرض عدة مرات في عدة ولادات أخرى وتتجسد في أجساد أشخاص آخرين وبين الموت والولادة تتطهر الروح في العالم السفلي تماما ومن ثم تترك دائرة الموت والتناسخ وتسبح في السماء البوذيين والهندوسيين واليونانيين كلهم يؤمنوا بتناسخ الأرواح إلا إنهم يختلفوا مع بعض في فكرة إذا الروح رح تستمر بالعودة والتجسد في جسد إنسان أو حيوان أو نبات اعتمادا على أفعاله في الحياة السابقة سواء كانت خير أو شر لكن تقريبا أي شخص يؤمن بتناسخ الأرواح ما يؤمن بيوم البعض أي لا حياة أخرى ما ورائية نحاسب عليها لا جنة ولا نار جربنا كل أنواع المعاناة هنا بانتقالنا من جسد لآخر إلى نهاية الكون ألينا تطهرنا كليا فعلى إيش رح نحاسب يوم البعض طب خلينا نرجع لنشوء هذه الفكرة أساسا يقول المؤرخين والعلماء إن سكان مدينة بابل القديمة هم أول من آمنوا إن جزء غير مرئي يظل حي بعد موت الإنسان لأن الخلود ظل كهاجس معاهم من الطبيعي إنه يرغب البشر في الحياة ومعرفة المستقبل والخلود في ظنهم إذا الله جعل رغبة الخلود موجودة فينا فمن المنطقة إنه يقول لنا كمان كيف نشبع هذه الرغبة فكانوا يظنوا إنه الموت ما هو إلا ممر لنوع آخر من الحياة فانظل نحيا في أجساد أخرى المرة بعد المرة ومن بابل أنتشرت واتطورت التعاليم عن تناسخ الأرواح ولادتها من جديد في أنحاء مختلفة من العالم وطلعوا بعدها الفلاسفة بمعتقداتهم حول دورة مستمرة من الموت والولادة المتكررة والكارمات وهذه الأفكار ظلت تنتشر وتستمر لليوم المسلسلات اللي نتابعها والأفلام والثقافات اللي قاعدين نتعرف عليها كل يوم أغلبيتهم يؤمنوا بالتقمص والتناسخ وإنهم كانوا عايشين من عصور غابرة ويلدوا عشرات المرات في حيوات أخرى البعض يذكر حياته والبعض لا صارت بطريقة ما تأسرنا هذه الفكرة أنه أنا يمكن كنت ملكة بحياتي السابقة وكنت أميرة في حياتي بعدها ولعلي جربت أكون تاجر غني في حياة ثانية مجرد جارية في حياة أخرى أي أني جربت الكثير من الحيوات وهذه مجرد حياة كمان قاعدة أعيشها وبسبب هذا الانتشار صار في تقنيات علاجية تسمى بتقنية الحياة السابقة وهي تروج لمعالجة المرضى بالتنويم المغناطيسي والكشف عن حياتهم السابقة المزعومة في محاولة الفهم سلوكهم ووضعهم الصحي الحالي السؤال اللي رح أطرحه هنا قبل لا أكمل هو هل إحنا كمسلمين عادي نؤمن في هذه الفكرة لأنه يا يمكن يكون حقيقي والكون أكبر مما نقدر نستوعبه وإننا ما نعرف الغيب أتمنى تتركوا لي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع أوكي هو في تفسيرات أخرى للحيوات السابقة والتقمص والتناسخ غير فكرة الخلود وهو أنه السبب أننا نستمر نولد في أجساد جديدة ومعاناة جديدة هي أخطاءنا الماضية ولدنا في حياة سابقة قديمة جدا وفي هذه الحياة ارتكبنا خطيئة لا تغتفر لدرجة أننا قاعدين من ذاك الزمن وإحنا نولد ونموت ونولد ونموت ومو قادرين نكفر عن هذه الخطايا لسه وأظن أنه السبب منطقي لأنه مو قادرين نتذكر أصلا إيش كانت خطيئتنا في ذيك الحياة وطالما إننا نولدنا في حياة جديدة وما كرسنا هذه الحياة للتكفير عن خطايانا فرح نستمر نولد حيوات عديدة لاحقة إلى أن نتطهر أي إننا بس نولد عشان نسدد ديون الماضي هذه الفكرة جابوها الكهنة قبل آلاف السنين عشان يحاولوا ينشر الدين ويجاوبوا على أسئلة زي ليش الإله معادل؟ ليش في ناس مرضى وناس أصحاء؟ ليش في ناس فقراء بينما في ناس أغنياء؟ ليش في أطفال يولدوهم مرضى؟ أو يموتوا أجنف ططون أمهاتهم؟ لين العدل الإلهي؟ وجات هذه الإجابات أنه هذه حياتك اللي تعيشها هي تكفير لحياتك السابقة لذنوب ارتكبتها في الماضي فإنت الآن معاق؟ أنت الآن مريض؟ أنت الآن تحصل معاك مصائب وابتلاءات عشان تكفر عن ذنبك الماضي؟ فكانوا يتعاملوا مع الإله على أساس أن الإله مجرد محبة الله ما يعرف الغضب ولا العقاب ولا الإبتلاء مو ربنا هو اللي قاعد يعاقبنا أو يبتلينا أو يختبرنا أو يحاسبنا مستحيل لا هو كله بسبب أخطاءنا إحنا لأن الله محبة بس بس مجرد التفكير بهذا الشيء معنات أنه إحنا قاعدين نحرف في القرآن لأنه في كثير آيات نوقف معاها عن إن الله شديد العقاب ألا لعنة الله على الظالمين إن بطشة ربك لشديد ويحذركم الله نفسه وغيرها الكثير اللي توضح لنا إن الله يخوف عباده ويعد نار للكفار رح تكون مصيرهم فقاعدين بإيماننا بهذه الفكرة وتصديقها إننا نحرف في القرآن لأن الله مو بس محبة على الأقل مو لكل الخلق الله خلق إبليس فهل يعني هذا إنه يحبه وهو أكفر الخلق فيه هل يحب الله الكفار والمشركين وهم اللي كفروا وتجبروا وطغوا في الأرض هل يحب الله الناس اللي يعادوا ويقتلوا عبادهم ويؤذوهم هل يحب الله قتلت الأنبياء مفهوم الله محبة هو مفهوم خاطئ عشان كذا ما نلاقي هذا الوصف الله محبة ثابت لله في القرآن ولا حتى في السنة النبوية إنما موجود في الكتبة المحرفة والمقصود فيه الإله اللي يعبدوه لو كان الله بس محبة مين اللي رح يوقف معايا وينتقم لي من الناس اللي ظلماني من الناس اللي آذاني من اللي رح يدور الدنيا كلها بمن فيها ويحطهم في نفس الموقف من اللي رح ينتقم من فرعون والنمرود وهتلر وكل الطغا والجبابرة على مر العصور إذا كان الله محبة في النهاية فرح يحبهم ويسامحهم صح؟ قادت يخطر لي فكرة أتاكن تايتن تعرفوا لما قريشا راح لفريدا واللي كانت وقتها هي الملكة على الأسوار للي ما تابعوا الأنيمي رح أشرح بالمختصر عشان تكونوا بالصورة في الأنيمي كان في عمالقة آذوا الناس فقرر ملك العمالقة إنه ياخذهم ويعزلهم في جزيرة بعيد عن الناس ما حد يأذي أحد لكن مع الأسف ظلوا مجموعة من شعبه ما أخذهم وكانوا بشر عاديين فصار الناس يذلوهم ويستعبدوهم لأنهم من سلالة العمالقة واحد من هذا الشعب المضطهد راح للجزيرة يطلب مساعدة ابنة الملك وريثته طلبها تساعده فإنهم يوقفوا الحرب على شعبهم المضطهد لكنها كانت مسيطرة عليها فكرة السلام اللي زرعها أبوها في رعسها وما ساعدته ولا وكفت معاه ولا انتقمت لشعبها المضطهد فإذا قاعدين نفكر بهذه الطريقة إنه الإله الملك الحاكم ماما وبابا وأخوي الكبير أو أي شخص أستنجد فيه ما هو إلا سلام ومحبة ولا حول له ولا قوة فكيف أطمم من اللي رح يوقف معايا ويساعدني إنه من اللي رح ينقذنا الله أكبر من كده بكثير الله صح محبة لكن موذ كل الخلق ولا لكل البشر الله كمان ذو عقاب شديد يقادر إنه ينتقم لنا ورح يوقف معانا ورح يعاقب الناس اللي آذانا في أتاك أنتايتن هل تتوقعوا أن الملوك خلف الأسوار كانوا أقوياء أو ضعفاء هم صاح كان عندهم قوة العمالقة وكانوا قادرين يدكوا الأرض من زمان لكن لأنهم كانوا بس يبغوا السلام والحب وورثوا هذه الفكرة جيل بعد جيل صاروا أضعف الشعوب لدرجة أن شعبهم مهان مذل بسببهم لأنهم سلام ومحبة وما يقدروا ينتقمولوا فإحنا لو نبغى ملك ونبغى نعبد إله فنبغى يكون رحيم ورؤوف في نفس الوقت نبغى يكون قوي شديد العقاب ما نبغى إله ما يعرف الإبتلاء ولا العقاب بالعكس نبغى إله لا يحب الخائنين لا يحب المستكبرين لا يحب كل خوان كفور لا يحب المعتدين تماما زي ما وصف الله نفسه في القرآن تعالى الله وتبارك اللي وصلنا لهنا هو إنه إذا كنا فعلا نعيش حياة متكررة سابقة ولاحقة وقاعدين نتعاقب في الدنيا بس لأن الله ما رح يعاقبنا في الآخرة ورح ندخل الجنة كلنا لأنه كلنا كفرنا ذنوبنا في الدنيا بحيوات كثيرة عشناها وحاولنا نعمل فيها الصواب المرة بعد المرة قاعدين نتعاقب في الدنيا قاعدين نعيش حياة بعد حياة عشان نكفر عن الحياة اللي قبلها طيب يوم القيامة هل لسا بيكون في عقاب وأنا أخذت عقابي في الدنيا سنة بعد سنة وحياة بعد حياة وفي الآخرة لو كان كمان في عقاب أكبر أي حياة رح أتعاقب عليها بالتحديد هل رح أستنسخ ويكون في عشرة أشخاص مني أو أكثر يتعاقبوا كلهم على الحيوات اللي عاشوها سمعي وبصري وجلدي على أي حياة رح يشهد على الحياة الأولى اللي ظلمت فيها ولا على الحياة الأخيرة اللي حاولت فيها وصرت شخص طيب وجيد طيب والآيات اللي نقرأها في القرآن عن إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وآخرون مرجون لأمر الله إيماننا بفكرة تناسخ الأدواع يعني إحنا قاعدين نحرف في القرآن كأننا ما كنا نقرأ القرآن ولكننا نفهم إيش نقرأ كأننا قاعدين نلغي الجنة والنار قاعدين نلغي صفات كثيرة عن الله قاعدين نلغي إيماننا بأشياء كثيرة بمجرد إيماننا بفكرة التناسخ والتقمص والحيوات السابقة في النهاية لو في فعلا تناسخ أرواح أو ما في إيش اللي بيفرق معاك ما هو أنت كذا ولا كذا قاعد تعيش حياعتك تحاول ما تسوي أغلاط ومعاصب قد ما تقدر لأنه في قناعتك لو كنت مؤمن بتناسخ الأرواح ما أنت أذنب بما يكفي في الماضي ولا ربما عصيت بما يكفي في الماضي فلازم تكون الآن إنسان صالح وهذا اللي كلنا قاعدين نحاول نسويه نكون ناس صالحين ونتقل الله ونخافه عشان لا نولد في حياة جديدة ونعاني أي في النهاية فكل الطرق تؤدي إلى روما نبغى نعيش حياتنا ونرتكب فيها أقل قدر ممكن من الأخطاء وأكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة لكن بإيماننا إنه ما في حيوات سابقة فإحنا قاعدين نمشي على القرآن بينما فكرتك قاعد تناقض نفسك وقاعد تحرف في القرآن من دون ما تتري ما تقدر تتبنى شي ناقض القرآن بشكل صريح تقول إنه لربما ويمكن في قاعدة قرآنية أتمنى تذكرها يقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى ومعناها إنه لا يحمل أحد خطيئة لأحد ما لم يكن له يد فيها فكيف نتحمل ذنوب إجسادنا الماضية وحيواتنا الماضية وإحنا أولدنا بدون ما نسوي شي في هذه الحياة كيف نتعاقب على شي ما نذكره مع إنه الهدف من العقاب هو إننا نرجع عن الخطأ ونندم على فعله كيف أندم على شي ما أذكره على أي فعل أندم وأتوب بالتحديد كيف أتعلم الدرس وأنا ما أدري على إيش أعاقب رح أكرر أفعالي مرتل والمرة طالما إني ما أذكر إني سويتها في حياة سابقة ويتم عقابي أبدا الدهر بسببها ورح أكون ساخطة وغير راضية لنهاية عمري وبس لأني ما أدري ليش كل هذا قاعد يصير معايا في حين إني لو أدركت إن الحياة هي دار ابتلاء واختبار وإنها ليست الحياة الأبدية رح أتقبل اللي يصير معايا أيا كان لله حكمة في كل شي صير معانا وهذا الحكمة تفوق إمكانيات عقلنا البشر في الفهم فأحيانا نشوف الشي شر كغرق السفينة لكنه يكون في باطن وخير زي ما شرح الخضر لسيدنا موسى عن حكمة ربه وهذا سبب معاناتنا إننا ما نؤمن بحكمة الله وإن الشر مفهوم نسبي وإننا مقادرين نشوف الصورة الكاملة من وجهة نظر الله لكن من جانب واحد بس فنعيش ونموت وإحنا نظن إننا مظلومين لكن الحكمة غير كذا تماما لو صبرنا كلنا نخضع لاختباراتنا الخاصة في الحياة من مرض وطلاق وموت وإعاقة ومواعيد اختباراتنا هذه تختلف توقيتاتها فالبعض يختبر من يوم ولادته المرض والإعاقة والجوع والفقر والبعض يختبرها بعدين قلة إيماننا بالله هي اللي تخلينا نصدق هذه المعتقدات بدون ما نستوعب إنها قاعدة تخرجنا من دينا لديانة ثانية كليا ديانة ما تؤمن بوجود الله من الأساس أدري وحتى أنا أستمتع بفكرة إنه رح يكون لي فرصة ثانية وحياة أكون فيها أكثر حظ ومال وجمال من هذه الحياة لكن هل أبغاها بقد ما أبغى الحياة الأبدية في الآخرة؟ وإنت شاركني بأفكارك بخصوص هذا الموضوع هل لازل تأمن بفكرة الحيوات السابقة؟ إيوة على كذا انتظرني في الفيديو الجاي ورح نجاوب فيه عن باقي تساؤلاتنا